مع استمراري أزمة النفايات التي تحتل مساحات شاسعة من طرقاتنا تزداد السخرية في العالم الافتراضي أيضا ولكن يبدو أن شقا إصلاحيا بدأ يبصر النور في هذا العالم وأن الحلول بدأت تنتشر هناك في العالم الافتراضي بعد موجة الصور التي لا تهابوا أحدا ذا منصبا كان أو منصبا إضافة إلى اعتراض الشركات الإعلانية وتعديلات الصور التي نشرها اللبنانيون سواء منها المرتبطة بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا أو بمحرك البحث الأشهر جوجل أصدر أحد اللبنانيين اليوم سجلا عدليا نظيفا لا رائحة عليه كما وانتشر فيديو لمقدم البرامج أحمد شقيري يخبر فيه بكيفية الاستفادة من النفايات مقدما إسطنبول نموذجا يوميا تأتي 500 سيارة قمامة إلى هذا المكب في إسطنبول تنزل ما مقداره 9000 طن من القمامة تنزل القمامة يتم تجميعها وتكديسها وضغطها ثم يتم وضع طبقة رملية خاصة على هذه القمامة المكدسة ليتم ضغطها زيادة ويتم منع دخول الأكسوجين على هذه القمامة تجلس لمدة سنتين ثم يتم وضع أجهزة شفط خاصة فوق هذه الطبقة من القمامة ويتم استخراج غاز الميثان ينتقل في أنابيب يدخل في مصنع متخصص يحول غاز الميثان هذا إلى كهرباء المصنع يخرج 200 ألف كيلو واط من الكهرباء يومياً تغذي 100 ألف بيت في إسطنبول تجيب دخل على البلدية يقارب 8 مليون دولار سنوياً مبلغ ممتاز يعاد ضخه في تطوير مشاريع البلدية إذا كانت الدولة تبحث عن حل نفاياتنا فعليها أن تسجل دخولها لأي من منصات التواصل الاجتماعي وترى الحلول المقدمة هناك